حياكم الله أكثر من ستة شهور ومنصب رئيس مجلس النواب يدار بالنيابة السبب معروف وهو إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي ولأن التوافقات هي الحاكمة في العراق لا لاستحقاقات والعرف وليس الدستور فمن الطبيعي ألا تمشي الأمور بطريقة طبيعية تنسجم مع قواعد اللعبية الديمقراطية شهر الواحد من بداية هذا العام عقدت جلسة الانتخاب رئيس مجلس لكن انتهت بالتأجيل وبعد أربعة شهور عقدت أمس جلسة كان يفترض أن تكون حاسمة لاختيار الرئيس لكنها انتهت بالتأجيل أيضا وكل التأجيلين سببه الفوضى الآن ما هو المتوقع بعد التأجيل الثاني هل يحسم الأمر قريبا أم يستمر التأجيل إلى نهاية الدورة الحالية هذه الأسئلة وغيرها في محوري لهذه الليلة ستكون مع الأستاذ عادل عمبر أستاذ العلم السياسي هياك الله كم مرحب بالأستاذ دكتور ماجد مجباس أكادي موخبر قانوني هياك الله قبل ما نبدأ محورنا شوفت التقرير برنامبر قانوني برنامبر قانوني ترجمة نانسي قنقر